بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته من المعروف جدا أن الفرق المختلفة عبر التاريخ كانت تختلق روايات أحاديث لكي تدعم آراءها ومواقفها وتهاجم الفرق الأخرى ومنذ الزمن الأول وحتى اليوم في الحقيقة أنا فجأت بمقال في جريدة عراقية لأخ عراقي يكتب مقالا ويروي أحاديث عن أهل بيت الأصمة طيب هو قبل ما نتحدث عن المقالة مالتا والأحاديث اللي يرويها يعني هذه المعركة الآن كثير من التيارات والأحزاب والفرقة الجديدة الناشئة اليوم تتشبث إما بأخبار قديمة أولها أو هي تختلق أخبار وتركبها على قادتها وجماعاتها وكذا أنه هذا اليماني وهذا الممهد وهذا الرباني وهذا الفلاني وهذا كذا يعني أدنى مشكلة الآن بهذه الحركات الجديدة اللي هي حركات سياسية أو استخباراتية أو كذا تحاول أن تغلف حركتها وأيدلوجيتها بأحاديث لا تستنى طبعا لا على القرآن الكريم ولا على أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني معروفة أحاديث عن جمعة قبل 1200 سنة 300 سنة طبعا ديك الأيام في القرن الثاني الهجري مثلا والقرن الثالث الهجري الأحاديث اللي الناس ألفوها ونسبوها للرسول الأعظم كما يحدثنا يعني المحدثون جامعوا الأحاديث النبوية البخاري ومسلم وغيرهما قالوا بلغت 600 ألف حديث أو مثلا 700 ألف حديث وبعضهم قال مليون حديث أهل البيت لم يرووا عن رسول الله أكثر من 100 حديث راجعوا كتب الشيعة الكافي وغيره ما موجود ما رووا 100 حديث عن رسول الله ما حدثوا بذلك ولكن المحدثون رووا عنهم آلاف الأحاديث الكافي مثلا يتضمن 16 ألف حديث والكتب الأخرى التي جمعت بعد ذلك أيضا عشرات الألاف من الأحاديث ولكن علماء الشيعة أيضا عبر التاريخ حاولوا أن يحققوا ويدققوا فقالوا أن معظم الأحاديث هذه موضوعة وغير صحيحة وغير ثابتة ولكن ماكنة صناعة الأحاديث استمرت حتى اليوم حتى أنا سميتها أعظم مصنع في التاريخ الإسلامي هو مصنع الأحاديث إنتاج الأحاديث وقد لفت نظري يعني هذا المقال الذي قرأته في جريدة الأخبار العراقية بتاريخ واحد أيار 2021 تحت عنوان نهاية الشيعة في العراق للأخ محمد حسن السعدي أنا أقرأ لكم مقطع من مقالته شوفوا كيف يوظف أو يحاول توظيف أحاديث وهمية ما أعرف هو لا يذكرها أو ما أعرف من جائبها يوظفها في الصراع السياسي الآن الموجود بين بعض المراجع وبعض التيارات الشيعية بالذات التي يدعي بعضها أنه مثلا ممهد للمهدي واحد يقول لك لا أنا الشرعية عندي وأنتم معدكم شرعية فخلي نقرأ المقالة فقط مقاطع من عدها يعني ونشوف أنه كيف الناس يألفون النظريات والمواقف السياسية إما على أحاديث موضوعة أو على فرضيات وهمية حتى لا توجد فيها أي أحاديث نقرأ مع الأستاذ محمد حسن السعدي يقول تذكر لنا بعض الروايات المسندة عن أهل بيت الأسمى ما هي هذه الروايات وما هي أساندها وأين توجد لا يحدثنا عن ذلك يقول تذكر لنا بعض الروايات يعني هو الآن مقال صحفي لا أعتب عليه كثيرا ولكنه هذا يتحول في المستقبل إلى يعني مصادر مهمة في العقيدة وتشوفوا العقائد الموجودة عندنا اليوم اللي اسمها عقائد وخطوط حمور وما يجوز أحد أكثر من عزة كما يقول السيد محمد سعيد الحكيم مثلا هي مثل الكلام هذا الناس أجوا ويحكوا إشاعات أو كلام أو اختلقوا روايات وصارت أدنى أقائد مع الأسف الشديد لذلك يجب أن نتوقف عندما نسمع أو نقرأ أو نرى واحد يتحدث بها الصورة أن نطالبه بالدقة أين متى ما هي الأسانيد في أي كتاب مثلا في أي رواية مدى صحة الرواية حتى نبني عليها المهم هو يجي بنا يقول هناك روايات تتحدث عن أشياء غيبية كأن أئمة أهل البيت يعني أدهم علم غيب ومن أهل البيتها ما يذكر أي إمام مثلا تتحدث عن أن العراق سيكون بلد الهرج والمرج كيف فس العراق عن أهل البيت ما مهتمين بالعالم إلا فقط بالعراق يحدثون أن سيكون بلد الهرج والمرج ومتى متى في أي قرن في أي ألف سنة مثلا لا يذكر أيضا فقط المهم لتوظيف هذه الفكرة وسيكون محل الفتن والملاحم والصراعات الداخلية داخلية بين الشيعة يقصد يمكن وتؤكد لنا هذه الروايات اللي ما ذكرها هو أصلا وتؤكد لنا أن هناك جماعة هذا البيت القصيد هنا أن هناك جماعة تظهر تحرف الدين وتقود الفاسقين وتقتل النفس المحترمة بغير حق وتستبيح المحظورات وتقاتل العلماء وتكون سيفا سليلا على العلماء وأهل الفضل والألم وستكون هي من تقف أمام حركة الإمام المنقذ أجل الله تعالى فرجه ما فيه أخطر من هالجماعة هادي ولكن من هي هالجماعة اللي دي يصورها هاي روايات تتحدث عنها هذه الروايات على اختلاف مساني ديها بعد هو كان راح باحت الأسنات كلها فإنها ستكون في آخر الزمان طيب ما نقل لك الآن نحن في آخر الزمان مو في أول الزمان مثلا وبعد خلنشوف وين دي وين دي يضرب على ياوتر وسيقودها فتن طائش لا يعرف من الدين شيئا هجوم بدأ الهجوم يقود الهمج والجهل إلى استباحة دماء العلماء والأبرياء بل استباحة البلاد والعباد وجعلهم أسرى بيديه دون وازع ديني أو أخلاقي وهذا ما يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي سيظهر بها وكيف سيكون شكل العراق في آخر الزمان يعني هو دي يفسر الآن نحن آخر الزمان وهذا الآن هالأناس والجماعات موجودين حاليا يتابع هذا الأخ محمد حسن الساعدي يقول المتابع يجد أن وبعد أحداث التسعينات من القرن المنصر ظهرت فرق شيعية من حرفتهم ادعت ولا أهالي المذهب هو وين المذهب يا أخي العزيز المذهب صار تاريخي ومنقرض وادعت أنها الحريصة أشد الحرص عليه وادعت أنها الأقدر على قيادة الأمة الإسلامية والتشيع تحديدا بل وسعت إلى فرض الأمر الواقع على الشيعة في العراق من خلال فكرها وفتاويها التي لم تكن يوم من تدعو إلى وحدة الصف بل تعمل لتمزيقه فأظهرت تسميات متعددة في الحوزة العلمية بالنجاف الأشرف ربما يعني الأخ الحوزة الناطقة والحوزة النائمة وبدأت تدعي أنها صاحبة اليد الطولة في المرجعية الدينية العليا هي المرجعية الدينية العليا ما عدنا في الإسلام ولا عدنا في التشييع في الشيء اسمه مرجعية دينية عليا هذا منصب استحدث مؤخرا في ستينات من القرن الماضي لظروف سياسية أدنى علماء عبر التاريخ نعم وإحنا نحتاج أن نسأل العلماء نعم ولكن في الشيء اسمه مرجعية دينية عليا هذا مموجود بس هو يعتقد أن هذا هو أساس الدين يعني في حين يتابع الأخ الساعدي في حين أن الجميع وأهل المعرفة والخبرة يعرفون جيدا أن المرجعية الدينية منصب إلهي لخواص إباده يا أخي العزيز أنت قاعد تنتقد ناس يدعون إدعاءات وأنت أيضا قاعد تدعي أنت ومن ورائك من الناس الذين يعتبرون المرجعية منصب إلهي يعني شنو إمامة جديدة معصومين المراجع شلون منهم المراجع المرجعية الدينية من هي كل واحد يجعل لك أنا مرجع وبالدعاية والأعلام والفلوس صار مرجع يعني هذا صار منصب إلهي مثلا لخواص عباده كيف أرفت هل هم معصومون كيف أرفت هل هو نص عليهم من النبي أو من الله مثلا يتابع أيضا يقول فهو يحتاجه يعني المرجع هذا المنصب يحتاجه إلى توفيق منه عز وجل ومباركة الإمام المعصوم من هو إمام الغائب يعني يقصد إمام معصوم المهدي منتظر الذي لم يولد والذي ستكون هي المرجعية يعني بمقام الوكيل عنه دعوني النيابة العامة طبعا مراجع الآن بالنجف وغير النجف كل واحد فقيه قال لك أنا صرت مشتهد وأني نائب عام عن الإمام المهدي فإذن هذا صار مقام الوكيل طيب ذاك الشخص اللي أنت قاعدت تنتقد ومثلا نافس المرجعية أيضا كان يقول لك أنا ولي أمر المسلمين وأنا أيضا وكيل عن إمام المهدي ستكون هي في مقام الوكيل عنه في الدفاع عن بيضة الإسلام وحماية الدين والمذهب أي حماية الدين والمذهب وين حماية الدين والمذهب ما الاحتلال جاتم على صدورنا ولا كل ما صدرت من المرجعية هذه وخدمة المجتمع المسلم بما يحقق الوحدة بين جميع أفراده وين الثارات الطائفية والساب والشتم واللعين والكذا الموجود أدنى هل هذا يحقق الوحدة بغض النظر عن الدين أو القومية لأن المرجعية الدينية لا تنظر إلى فكر الشخص وقوميته بقدر ما تنظر إلى انتمائي الوطن على أي حال سمرد ناكشف كل كلمة قالها هذا الأخ العزيز ولكن يعني إحنا الآن نتشبث بنظريات وهمية اختلقناها إحنا أو اختلقت عبر الزمن وفرضيات ناس فرضاها ونعتقد إحنا نمثل الإسلام والتشيع والخط الصحيح والآخرون الذين ينافسونا ذولا خارجين عننا من الشيعة نفسهم خارجين عننا وذولا يعني مخطئين وكذبين ودجالين ومدعين وما إلى ذلك يعني ونتشبث بماذا بأحاديث والروايات روايات مسندة عن أهل البيت وين هالروايات ومنه أهل البيت مثلا يا إمام ومنه الأسناد ما لاتها شنو يعني مشكلة كبيرة عندنا الآن يعني في الظاهرة الثقافية ويعني أنا لا ألوم الأخ اللي يكتب مقال سريع في صحيفة يعني في جريدة الأخبار العراقية ولكن هذا الكلام يكرر حتى في الكتب التي تصدر من النجف ومن الحوزة ومن مكتب السيد السستاني أيضا في كتب كثيرة يعني تترى كتب ما شاء الله بالعشرات والمئات في مواضيع معينة كلها خيالات وأوهام ويعني أساطير وخرافات في الحقيقة ونعتبر هذا هو الدين وأي واحد يخالفنا طبعا هذا خرج عن الدين نسأل الله أن يعيدنا إلى القرآن الكريم إلى السنة النبوية متواترة التي تشرح القرآن في العبادات ولا تضيف شيئا على الدين بحاجة إلى العقل وإذا كانت مشكلة إذا كانت نتوتر مع أخواننا المؤمنين فيجب أن نحل هذا التوتر والخلاف بالوسائل الديمقراطية السلمية في ظل الحكم العادل ونسعى من أجل إقامة العادل في مجتمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته